أعلن المتحدث العسكري وصول فريق الألعاب الجوية الكورية الجنوبية إلى إحدى القواعد الجوية المصرية لمشاركة تنظيره من القوات الجوية المصرية في تنفيذ عرض جوية فوق سفح الأهرامات في الثالث من أغسطس الجاري يشارك فريق النصور السوداء الكوري الجنوبي بعدد من الطائرات التي ستنفذ عددا من العروض الجوية المتميزة بالتزامن مع تقديم فريق النجوم الفضية المصري وفريق طائرة الهل جزال المصري حورس عروضا جوية مبهرة وكذا تقديم عناصر من قوات المظلات المصرية لعدد من العروض أثناء فعليات المهرجان بالإضافة إلى مشاركة الموسيقات العسكرية المصرية بعدد من المقطعات والمعزوفات الوطنية